آه بص بقى وإحنا وإحنا بنجدد ترحيب بدكتور إبراهيم عشماوي أقدر أقول لكم النصيحة اللي قالها لي الحاجة اللي أغلى من سعرها واحد روح بلغ عشان الوزارة والأجهزة المعنية تعرف تشوف شغلة اتنين اوقع تشتري حاجة أنت عارف أنك بتتغشف سعرها صح؟ صح بس أنا بأتكلم على الحاجات اللي هي السلع اللي هي السلع الثانوية إنما السلع الأساسية الحقيقة إحنا بنوفرها دي موجودة الحمد لله بكثافة وبإتاحة كبيرة جدا فما عندناش أي شكوى من نقص أي سلع الحمد لله على مستوى الجمهورية خلي بالحقيقة أنت ممكن تبقى في الأقاليم الرئيسية السلع موجودة إنما فيه أقاليم أخرى ما يبقاش فيه سلع ده مش موجود ومش وارد تمام؟ فإحنا بنغطي الجمهورية كلها فأما فيما يتعلق بالسلع الأخرى اللي هي السلع الثانوية أو السلع اللي فيها نوع من الرفاهية فأنا بقول عندك حاجة من ثلاثة يما تبلغ الأجهزة المعنية سواء حماية المستهلك أو مباحث تموين والتجارة الداخلية ده واحد اتنين إنك أنت تستغنى عنها مؤقتا تمام؟ أو تشتري البديل صح هما دولة على فكرة أنا ما بخترعش بس بقول دي الأدوات اللي بيتعامل بها المستهلك عند وجود غلاء في أي سلعة غير أساسية خلي بالحقيقة النهاردة مثلا فكر البدائل النهاردة إنك توفر البدائل يعني مثلا ناس تحب الرز طب ما ممكن أوفر لهم مكرونة والمكرونة يبقى بديل أو مع الرز مثلا اللحوم نفس القسم ممكن ناس بتاكل لحوم يبقى أسماك وأسعار الأسماك الحقيقة مهاود جدا أسعار اللحوم زي ما ذكرت إنها انخفضت فيه المجمعات الاستغناءية وصلت 72 جنيه فأنا دايما بقول فكر البدائل لازم يكون حاضر لدى المستهلك فكرة البدائل وفكرة الترشيد وفكرة الاستغناء عن ما هو رفعيات يعني سلاويات أنا مش عارف أقول له حضرك إيه أنا كنت عايز نقعد أكتر من كده بكتير وأتمنى إن احنا نتقابل جوه البرنامج وبره البرنامج أنا هبقى المستفيد فأنا اتشرفت جدا بمجود حضرتك معنا النهارة دكتور ألف 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 شكر كل الشكر لضفنا العزيز دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية